مواجهات بين الشرطة ونشطاء البيئة أمام مقر مؤتمر الغاز وسط فيينا نيهامر يؤكد أن الحكومة مستمرة إلى حتى انتهاء الفترة التشريعية الرئيس الأوكراني زيلنسكي يلقي قطاباً أمام البرلمان النمسا ترحب بقرار عدم حظر محركات الاحتراق الداخلي دراسة تؤكد أن 60% من اللاجئين السوريين والأفغان يعملون وتراجع في عدد طلبات اللجوء بنسبة 25% ببراير الماضي من العنوين إلى تفاصيل النشرة على شاشة النمسا ميديا أهلاً بكم شهد وسط فيينا اليوم اشتباكات عنيفة بين الشرطة النمساوية ونشطاء البيئة بعد محاولتهم قطع الطرق والاحتجاج أمام مقر مؤتمر صناعة الغاز الأوروبي واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد تصاعد العنف وأصيب ضابطان بسبب رفض المتظاهرين الامتثال للسلطات ومحاولتهم إفشال المؤتمر وينظم نشطاء البيئة مظاهرات متكررة لوقف استخدام النفط والغاز وقطعوا مؤخراً الطرق الرئيسية مما أدى إلى فوضى مرورية وإلقاء أجسادهم أمام السيارات وقد وافقت الحكومة مؤخراً على استخدام العنف ضدهم وقد وضعنا على الاقل وقد وضعنا على استخدام النفط والمماخ سيد العبوة سيد العبوة وليس ما يسمح الأسبان سيد العبوة أعلن المستشار النمساوي نهامر أنه لا يوجد خطة لتقديم موعد الانتخابات العامة في النمسا عن موعدها المحدد في العام المقبل وقال تتجه الحكومة إلى ملاقشة العديد من القضايا السياسية المختلفة بما في ذلك الأمن والمهاجرين والاقتصاد وتأتي الانتخابات في ظل صراعات داخلية في حزب اس بي او المعارض كما يشهد حزب اس بي او اليميني تقدما في تأييد المواطنين على حساب حزب الشعب النمساوي الذي جاء في المركز الثاني وتتزايد الانقسامات داخل الأحزاب المختلفة يستعد رئيس الأوكراني زيلنسكي لإلقاء خطاب أمام البرلمان النمساوي عن بعد في الثلاثين من مارس أذار الجاري ويثير هذا الخطاب مشاكل سياسية في فيينا حيث يعارض حزب الحرية اليميني الخطاب وحذر رئيس المجلس الوطني من الهجوم اللفظي الذي يمكن أن يتعرض له الرئيس وتحاول فيينا الحفاظ على معادلة الحياد المعلنة منذ العام 1955 لكن الصراع في أوكرانيا يؤثر على سياستها والنمسا واحدة من ثلاث دول أوروبية لم تمنح فرصالي سيلنسكي للحديث أمام برلمانها أعلن المستشار النمساوي نيهامر عن ترحيبه بقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي التنازل عن حضر السيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي في العام 2035 وأشار إلى تسوية الخلاف بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي حول هذا القرار ورفضه فرض أي حضر على محركات الاحتراق الداخلي وأكد أن تحويل المحرك الداخلي إلى محرك أخضر يمكن أن يؤمن مستقبلا له إذا تم تطوير تقنيات مثل الوقود الألكتروني أو محركات الهيدروجين ويذكر أن هذا القرار تم تعديله بعد المناقشات والتفاوض بشأن خطط الاتحاد الأوروبي لتقليل الانبعاثات الكربونية أظهرت دراسة نشرتها صحيفة كورير النمساوية أن 60% من اللاجئين السوريين والأفغان في النمسا يعملون في قطاعات مختلفة وذكرت أنه يعمل 27% منهم في قطاع الخدمات والفنادق والمطاعم والسياحة و16% في الإدارة والخدمات المالية والتأمين بينما يعمل 8% في الصناعة والتصنيع وتراجعت نسبة العاطلين عن العمل بين اللاجئين السوريين والأفغان من 44% في العام 2017 إلى 24% في العام 2021 وذلك في ظل الجدل الدائر حول اللاجئين في النمسا تراجع عدد طلبات اللجوء في النمسا بنسبة 25% في شهر فبراير الماضي حيث بلغ عدد الطلبات 2600 فقط وتراجع عدد اللاجئين المسجلين إلى حوالي 500 شخصا خلال نفس الشهر وعلى الرغم من عدة عوامل تؤثر في حركة الهجرة إلى النمسا إلا أن هذا الانخفاض يعكس الاتجاه العام الذي يشهده العالم ويعزى جزئيا إلى تجديد سياسة اللجوء في النمسا منذ العام 2015 حيث استقبلت البلاد أكثر من 90 ألف طلب لجوء في ذلك العام نهاية النشرة شاركونا بتعليقاتكم وأرأيكم كنت معكم أنا هي فألقاكم في نشرات لاحقة إلى ذلك الحين أستبدعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة